هداف من العيار التقيل يعني معاه من الربع فرصة بيخلص على طول حيابش بس جوه الملعب زي ما كان طبعاً نجم من النجوم ندي الأهلي لكن بره الملعب يا رب نجيب معاه جوال كتير النهاردة كابتن أحمد بلال مشرفنا من نوارنا السادسة أهلا بيك أهلا بيك طبعاً أهلا بيك و يا رب إن شاء الله نعرف أن نجيب جوال لا أنا عارف أنه أنت سيت فورورد زي ما بيقوله كده بلال كان يمكن من الحاجات اللي اتعجبني فيه جداً وأتفرج عليه يعني طبعاً الأهلي كان فيه شويتة كتير جداً يعني تاريخ طويل كابتن طاهر أبو زيت كابتن خالد جاد الله محمود أبو الدهب وغيرهم وغيرهم عشان ما نساش محمد يوسف طبعاً كان عليه رجل شمال ما شاء الله مدفع لكن بلال كان ما شاء الله يعني الكرة دايماً لعيبة لما بتيجي تشوت لقيها بتتعزم وكرة وأنت بتجري دايماً بتبقى سهل مثلاً لك أنت يعني تمرجح رجلك كده وتجيب جهون لكن بلال كانت وكرة تحت رجله ما شاء الله ما شاء الله يعني وكرة تحت رجله كده هي اللطشة دي تروح على طول نورنا كابتن أحمد منا خاليك محمود تسلم مناسبة أنك واحد من يعني من كبار الهدفين أنا عايز أتكلم معك مش بس في الأهلي في مصر عموماً دلاتي بيقولوا أنه الهدف بقى يعني عملة ندرة شوية بقى يعني حاجة عزيزة وما ما بقاش عندنا هدفين كتير منتخب لفترات طويلة كان بيبقى فيه حيرة تتعقب أجهزة فنية يجي أجنبي وبعد مصري يمشي المصري يجي أجنبي كنا محترين دايماً في المهمين شايف أنه عندنا ندرة النهاردة في الهدفين؟ هي ندرة كبيرة كمان يعني النهاردة بقى فيه أزمات على الهدف رقم 9 المان تارجت اللي بتشتغل عليه أو اللي بيسجل هدف لسكورر دي كلها مسميات للرأس الحرب رقم 9 في الآخر هو اللعب اللي بيقدر يسجل الهدف أو يترجم الجمل التكتكية اللي بيشتغل عليها المدير الفني عندنا مشكلة لأسباب أول حاجة طريقة اللعب طريقة اللعب أخفت كتير جداً من المهام الرئاسية للهدف لرقم 9 للمان تارجت بتاعك اللي بتشتغل عليه 4-2-3-1 4-3-2-1 4-5-1 يملك كلها طرق لعب بتعتمد على شادو سترايكر يعني جواردولا منه لله هو اللي اخترع على الطريقة دي خلاص معه 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 بس خد بالك لازم بيعندك برضو فليكسبلتي لازم عندك مرونة وانت بتشتغل تمام انت النهاردة مش كل ماتش تلعبه بنفس الطريقة ومش كل لعيب تقدر تستخدمه في نفس المباراة ومش كل مدير فني تقدر تواجهه بنفس طريقة اللعبة بتاعتك. تمام؟ النهاردة أنا مدير فني. انت بتلعب تشيلسي. تشيلسي معروف انها بدافع كواس قوي. عندها نص ملعب قوي جدا 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 جدا. تمام؟ بتلعب على كونتر اتاكس بشكل كواس قوي. فانت لازم. وأنا برضو جوارديولا مش لازم أنا كل مرة أبقى فعلي بس. جوارديولا مشكلته في الماتشات الأخيرة كلها. انه أنا بشتغل كفعل. وبس تانى الفرقة التانية تشتغل تبع رد فعلي بالنسبة لي. اللي حصل في تشيلسي العكس هم امتلكوا زمام الماتش. بقى مسيطرين بشكل كويس. امتى بيهجموا امتى بيدفعوا. عاملين بلوك كواس قوي في نص المرعب. فاتنسة أعلى من السيتي. فبالتالي قدر كمدير فني نوع يحزم الماتش بشكل كويس. قدر ياخد الماتش للشكل اللي هو عايزه. قدر يسحب البصات من تحت المان سيتي. تمام؟ جورديولا كان أفكاره مختلفة شوية في الماتش ده. عايز يبدع عايز يمتع لكن في كل مرة عايز تبدع وتمتع على حساب المكسب. المكسب أوقات بيتطلب حاجات مختلفة. عشان نرجع لموضانة ان راس الحربة هنا للأسف الشديد في مصر كمان. احنا تعلمنا من طريقة 4-2-3-1 ان كل الناس بتسجل. الطرف الرايت وينجي بيسجل والليفت وينجي بيسجل. المانترج بيسجل البلايميكر بيسجل. هنا في مصر الموضوع بقى مختلف شوية. هنا في مصر بتلعب كل 90% من الفرقة بتلعب كاونتر اتاكس. عشان كده بنشوف يعني مشاكل كبيرة جدا وعدم ظهور جيد للفرودة في مصر. تمام. يعني النهاردة كده تيجي تعدى الفرودة في مصر. يعني ان طرق اللعب هي اللي سهمت في وجود. او اختيارات المديرين الفنيين للعيب. النهاردة انت كفرقة عايز تلعب بـ 4-2-3-1. فبالتالي بتنقل فرود. ممكن ما يكونش فرود. بس انت محتاج واحد عنده سرعة فقط لغير. لكن عنده تلنت الموهبة بتاع احراز الاهداف دي برضو موهبة. تمام. ممكن ان يكونوا ما عندوش. بس لمجرد انه عنده سرعة لعيب سبرينتر. تمام. عايز تعتمد عليه فبالتالي انت بتلعب على حساب واحد ممكن يكون هداف. ولكن في الاول يعني تعال نشوف كده نبص. هتلاقي مثلا احمد 10 رعين. مواصفات المان تارجت رقم 9. هداف من هدافين الدور الممتاز. تمام. محمد شريف ابتدى يشتغل. هو مكانش في البداية مكانش بشتغل يعني فرود. النهارده ابتدى يشتغل يحط نفسه في الحتة بتاعت البوكس. تمام. التمنتاشر. هسجل اهداف هتحرك ازاي التحركات بتاعت الفوتورك بتاعه. هايل جدا ساعد انه يسجل اهداف يبتدى يحط نفسه في الحتة دي. تمام. فالنهارده الدور العام. اما تيجي برضو تفرز اللعيبة مش هتلاقي. يعني احنا بنعد اتنين من الاهلي. يعني اتنين لعيبة بلعبه في النادي الاهلي. اما تيجي تبص على بقية الفرق. مش هدل لفات ناظره. يعني انا عن نفسه ما ممكن يكون حسام حسن سموحة. سموحة. لعيب برضو عنده مواصفات الاسترايكر. تمام. اه بقية الفرق. تفضل تقعد تنتظر كده. تشوف يا ترهل ده. هممكن نكون بلاع فرود عادي ما عندناش ازمة. لكن انا بكلم كمواصفات. لا مش موجودة. يعني المدربين في مصر. اخفوا حتة انك يكون عندك فرود كويس. من الطريقة اللعب. انا بشوف ان الطريقة اللعب. لا تتماشى مع كل الفرق المصري. من وجهة ناظر. يعني المدربين بيظلموا اللعيبة. وفرقهم باربعة اتنين ثلاثة واحد. محتاجة تتغير. وشايفوه جيت ناظرك لها وتغيرت. ممكن تحل مشاكل او ازمات. طبعا. طبعا. لا هي لازم تتحل. بص. احنا النهاردة في مصر. عشان تلعب باربعة اتنين ثلاثة واحد. محتاجة فرقة مثلا زي نادي الاهلي. زي نادي الزمالك. يبقى عنده اتنين طرب في سراعه. وعندهم مهارات. بقعرف يجيب يجوله. ودخوله. ودخوله مكان الرأس حربة. ويبقى فيه يعني لا مركزية. انما النهاردة عشان تلعب باربعة اتنين ثلاثة واحد. بثوابت. لعيبة سابتة. وينجين سابتين. رأس حربة سابت. بليميكر ما بتحركش من تحت. ما بيكملش في وقت ملقاوة رأس حربة. بتظلم فيها اللعيبة. بتظلم فيها اللعيبة بشكل كبير جدا جدا جدا.